اشتركوا في القناة او ترجمت الى الحان عذبة غناها ابرز المغنيين واخر قصيدة غناها سفير الاغنية الخليجية الفنان عبدالله رويشد على المستوى المحلي والمستوى الخليجي ضيفنا الكريم منتشر انتشار انت راضي عن نفسك يقول الحمد لله انا راضي عن نفسي لكن وينك عن الساحة الشعبية اللي هي بداية انطلاقك شاعرنا البعض يقول ان انحرف وترك الشعر النبطي واتجه الى الشعر الغنائي نقول لنتيجة المادة او انت شايف ان الساحة الشعبية تشبعت وحبيت انك انت تتحول المسار وتقدم نفسك بشكل مختلف وتقول ها انا موجود وانا قادر على ان اقدم كذا شكل وكذا لون من القصائد شاعرنا الجميل نقدر نقول شاعر نبطي شاعر غنائي ما ودي اطول عليكم ولا اطول عليه مساكله بالخير الشاعر عوض نفاع بساكله بالخير بنفاع بساكله بالخير هلا اخوي راشد يا مرحبا مرحبا فيك وسعيد باللقاء معاك وانطول الغيبات جاء بالغنائم ابشرب الغنائم كيف والله عليك شونك شو صحتك وينك غايب عن الساحة الاعلامية بداية يمكن اخر لقاء كان انا وياك ما اذكر والله ما كان فيه جديد لغمانة وانا حريص شوي ان شاء الله لما يكون الجديد موجود تلقاني موجود وهذا انا عندكم فترة طويلة ابو نفاع وتدائما متجدد يعني ما تترك نفسك سنة سنتين دائما تكتب وانا احتفظت في بعض الكتابات يعني ما نشرته دائما نحاضر الشعر والشعرية الأمر هذا يدخل على مفهوم الحياة كامل يعني احنا الحين صرنا نقعد والسنين تركض قدامنا ما قعد نمشي معاها بأحيانا انت قلت بتتوقف لك فترة ست شهور الى سنة تكتشف انك توقفت ثلاث سنوات ثلاث سنوات بدون ما تحس وفعلا انت توقفت الفترة هذه طويلة عن الكتابة لا مو عن الكتابة عن التواجد الاعلامي التواجد الاعلامي لكن ككتابات تكتب بين فترة وفترة موجودة الكتابة ما هي بكيفك وانزل الكتابة تكون اغلبها الآن غنائية ولا شعر نبطي شنو بالضبط والله ما يتحدد للامانة وقت الكتابة ما يتحدد ولكن احيانا تبطي عن نوع من انواع الشعر وتشتاقل فتنوي النهية بس حنا على قولتهم كانت البدايات في التفعيلة يعني من بداية التفعيلة معاي كانت في سنة تسعة وتسعين تقريبا ثمانة وتسعين الفين الثلاث سنوات هذه فدائما هذه لها عشق آخر عندي ما زلت تحتفظ فيها بلا شك جدد فيها انا ذكرت من مقدمة قبل شوي أن ضيفنا يعني انطلاقته شعرية نبطية ولكن اتجه إلى الغنائي البعض يطرح هذا السؤال هي نتيجة المادة المغريات الموجودة أم أنت حاول أنت تقدم نفسك بكذا لون والله للأمانة أنا شخصيا أحب التجربة في أي مجال وتونة تكلمنا على شعر التفعيلة يعني بالثمانة وتسعين تسع وتسعين ما كان في أحد يكتب التفعيلة الاثنين ثلاثة على مستوى الخليج يعني تكلم على الشعر صحيح فالحمد لله أنا دخلت في هذا المجال وتميزت فيه الحمد لله بعد اتجهت للشعر العمودي القصيدة الحديثة جربناها انتقلنا إلى النبطية اللي خلنا نسميها القح يعني عقبها إلى السهل الممتنع رحنا للغنائي الحين قمنا ندمج ما بين الغنائي إلى العمودي إلى التفعيل هي تجارب بنفاع خاصة فيك أنت قاعد تخذ تجارب أم أنت فعلا تقدم نفسك بكذا لون لا هي تجربة شخصية في البداية ولكن مسألة أنك تقدم نفسك هذا يعود للجمهور ما يعود لك يعني ممكن أنك يتقبلها الجمهور أو ما يتقبل تجرب تجربة تكون مجرد تجربة بسيطة تلقى الجمهور خذاها ولقيت لها صدق كبير ويطالبونك بشيء نفس الاتجاه هذا فتستمر في فترة إلى أن تأخذ الجمهور معاك إلى لون آخر من الشعر ما شاء الله عليك أنت كل ما قدمت شيء الجمهور تقبل ما شاء الله تبارك الرحمن التوحيق من الله الحمد لله السبعانه الصادق الصادق راشد يلقى الصدق فأنت إذا التعامل مع حياتك كلها بصدق العموم راح يهلي بك ويتمنى لقاك فما بالك في قصيدة صادقة على طول تدخل من القرآن يصل معناها إلى المستمع مباشرة وإن كانت تعبر عن حال الشاعر أو عن حال خيال الشاعر ولكن هي يعني تلامس كل شخص أنت ما تعرفه تلامس كل جنسية مالها وطن الشاعر لسان الشارع يعني دائما شبه أقول لك الشاعر في الشاعر هو المحامي وعضو مجلس الأمة يمشون بنفس الطريق لا وسبحان الله موصلين صوت الشارع إلى الأكثر تجد الكلمة بينها تناسب المرأة وتناسب الرجل يعني الاثنين الجنسين هي مشاعر دائما إذا بعت عن تأنيث المفردة وتدخل في تذكيرها راح تلقى القبول عند الأنثى والذكر ولكن إذا دخلت بالتأنيث تكونها خصوصية طيب وجودك على الساحة الشعبية الأمسيات الشعرية السمر البوح نقول الجلسات هذه الشبابية ما نشوف تواجدك فيها مثل السابق يعني أو أنت كنت في فترة موجودة بعدين غبت فترة طويلة يصير عندك بعض الأحيان تشبع من أمر معين أنت دوامك العادي أحيانا تشبع منه وتزعق منه وتقدم إجازة روتين هذا أي روتين فتواجد في الأمسيات أو في الأماسي اللي نجتمع فيها كشعراء وكمثقفين ودبا يصير عندك حالة تشبع يعني خلاص اليوم اثنين دامهم ما قاعد يقدمون جديد فتحاول أنك تبتعد شوي ما توصل لهم إلا يكون عندك أنت الجديد أنت صاحب الجديد فنتوقف فترة ونرجع مرة ثانية بس الساعة الشعبية شوي أنا راح 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 أفرد لها يعني محور خاص فيها بشوي لكننا قاعد نأخذ من السؤال إلى السؤال بشكل سريع لأننا ندخل بالقصائد شوي شوي وإن شاء الله بعد الفاصل نستمر وياكم ونكمل أسئلتنا في مواضيع متنوع لكن أول قصيدة غنائية اللي هي بس نذكر الجمهور فيها أعتقد ألو قوة مع الفنان عبدالقادر هدود 2005 يمكن ولقت صدق طيب فيه الحمد لله من بعدها أنت حبيت أن كنت تخوض هذا المجال الحمد لله بعدها استمريت وعلى طول يعني من عبدالقادر إلى عبدالمجيد عبدالله إلى فيصل الراشد إلى مساعد البلوشي إلى فنانين كثيرين آخرهم الفنان الكبير عبدالله الراشد ما شاء الله عليك يا ابو نفاع هذه هي علاقاتك الشخصية أم كيف التواصل مع الفنانين متنوعين الفنانين يعني أغلب اللي ذكرتهم من الرجال هل فيه تعاون مع المطربات؟ أنا تعاونت سابقا مع ديانا حداد وتعاونت مع أصيل هميم وتعاونت مع هند البحرينية وفيه أسامي يمكنني أن ينساها وللأمانة أنا ما أحرص على إيصال نفسي للفنان أو للملحن نفسه كلمتي هي اللي توصل أنا تعاون مع ملحن معين يوصل كلمتي فيكلمني فلانية بيها ولا فلانية بيها فكلمتي هي اللي توصلهم يعني لكن أنت ما في أي علاقة شخصية تربطك معاهم؟ في علاقة بعد ما يتم الأمر الأولي اللي هو الكلمة تتم عن طريق الملحن بعد أن يتواصل وياك الفنان نفسه وحتى في لقاء للفنان عبدالر ويشد يقول أنا ما شفت عوض نفاع ما أعرف شكله يعني فأنا تعاونت وياه وهو ما شافني جميل بالعكس يعني مثل عبدالر ويشد تمنى ولقاه ولكن هذا الدليل على كلامي يعني أني ما أحرص على اللقاء القصد من هذا السؤال الشاعر عوض نفاع أنه يعني من المتابعين أو من الشعراء التحديدا يقولك يا أخي هذا الشاعر والله ما غنال المطرب فلانا إلا تجمعهم مصلحة تجمعهم معرفة لذلك قال جاملهم بعض لأنه في معرفة سابقة قاعد يغنيه لو كذا بينما أنت قاعد تثبت الآن وأيضا الفنان عبدالر ويشد بإجابته على هذا التساؤل يقول أنا عوض نفاع سمعت الكلمة لكن ما لتقيت معه صادق عرب فأنا مو بالضرورة أنه في معرفة شخصية تجمعني مع الفنان حتى أنه يغني كلماتي أنا كنت هذا اللي بأوصل له هذا الهدف من هذا الغضي صحيح كلامك وبعض الفنانين كلمتك قربك القلبة فأنا يحب أنه يتواصل معاك بعد أن تكونون ثنائي يعني تصير تفهم له ويفهملك صحيح بس هنا ما يصير يعني مثلا أنا معين للفنان فلان بالعاكس التعاون بين الفنانين كلهم كلهم لكن في كيميا بينك الفنان يا حياني يكون في بعض التوافق على قولة ناكيم يا بينك أنا مستمر بهالسئلة هذه وانزلت في عملية التعارف والقصائد والمطربين والمطربات وغيره الشباب أو حتى النجوم الموجودين على الساحة لكن بعد ما نسمع منك قصيدة من اختيارك البشر شنون يحفظوا إياك الآن والله مو شي يعني وقبل ما شاء الله عليك تحفظ اليوم التكنولوجيا شوي أرهقت الذاكرة عندنا الملاحظات والتسجيل بالتليفون يمكن قبل شوي نتكلمني وياك صحي راشد في قدنا الكتابة بالقلم القلم هو اللي يخليك تحفظ ويخليك تحس بالشيء اللي كتبته أساسا وليش ما تستمر عليه ليش ما تحافظ على هذا الموضوع صرنا 24 ساعة طالعين ما يمديك تقعد تسجل القصيدتك فهذا جديد إن شاء الله والله يعينكم على الغنائي ولا نباطي لا لا قصيدة نباطية يقول أهل الوفاء وأهل الكرم ما يصدون لا واعدوك بشيء فعلا يسوون خل عنك بوسويت وسويت وسويت دور عن اللي بفعلها الناس يحكون اللي يسولف عن عطاياه دايم يا ليت ما له صوت وللناس يوحون عليك بل لي يوم يرهي عطاياه ما كناه إلا خايف الناس يدرون يمد جزلاته ولا يعدها كم وعاد حسبوها زين يلي تحسبون هذاك ما ينطر تقول امتوازن امطرف المليون عنقول مليون يغنيك يومنا الغني أوعزه لك كنهم وصى فيك من بدها الكون يغنيك يومنا الغني أوعزه لك كنهم وصى فيك من بدها الكون ما وده إلا تكون مثله وتعطي مجنون طيب إن كان بالطيب مجنون يكفيه من هذه الحياة الدعاوي يكفيه من هذه الحياة الدعاوي له بصلاة الفرض كل ما يصلون ما هو هذاك اللي يسولف بفعله يذبح ولكنه يبي يصور صحون ما هو هذاك اللي يسولف بفعله يذبح ولكنه يبي يصور صحون يعزم وتسبق قول تموا لعشاكم الكاميرات بكل شكل وكذا لون ما يدري الضيف يتعشى أو إنه يكف يده لجل ربعة يصورون يا وسعه جيوب الأوادم ويا ضيق درب السنع لا راح والناس يمشون هي طنخة بالراس ما هي بكيفك يا ترفعك ولا لذكرك يذمون هذا زمن ما تغير ولا شيء حنى اللي ما حنى مثل ما يقولون صح لسانك صح لسانك صح لسانك نستمرين مع الأبداع بعد الفاصل أنا لولي في هالدنيا طلب واحد ومن بعدها أموت لطلب لقاك وشوفتك ومن بعدها عادي أموت أنت الحياة ونظرة عيونك عمر وأنا بدونك أمشي والخطوة جمر الخوف من فقدك شبك قلبي بخيطي عنك أبوت يلا تعالي يلا تعالي ولا تسلمني الشباب محد بقى يستاهل انتظره ويعطيني الوصال بديت هالدنيا معاك وما فيني ثاني أنجرح بديت هالدنيا معاك وعرفت وش يعني الفرح ضمت جرح بشوفتك وما فيني ثاني أنجرح بروزت لك عيني وصرت الصورة في عيني يعني إذا طالعت أشوفك أنت بسنيني أنت اللي يدورني ودليني عليك وشلون أبطلب شي ما يربطني فيك خلني معاك بس وعادي لو أموت على الأقل أموت بك وحيا عليك صح لسانك صح لسانك أحسنت 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 أبن أفاق اليوم دائما الشعراء نحن نتكلم في مجال الشعر الغنائي يحرص أن تكون كلماته لدى نجم يعني غنيها لا جمهورة لا ناسه تتعاونت الآن مع عبد المجيد عبد الله الفنان عبد المجيد عبد الله الفنان عبد الله رويشهد وفنانين كثروا الأمانة سواء اللي كان في بداية طريجة ولا اليوم نجم موجود على الساحة لكن العنصر النسائي يعني ما أعتقد أنه ما فيه شاعر يعني يحلم أنه يكون قصيدته أو أنه يتمنى أنه قصيدته تكون تغنيها الفنانة أحلام أو على المستوى العربي الفنانة شيرين نوال نوال يعني على المستوى الكويت فأنت شلي تشوف في هذا ما شوفك أنت لك قصائدك مع العنصر النسائي هل أنت مبتعد هل ما وجاء تعاون للأمانة شوف الأختيار نادر ما يكون لفلان أو لفلانة إلا يكون من النوادر هذه يكون عندك حس أنت انفصلة تبصال مثلاً لنوال أو انفصلة تبصال لأحلام ولا لي هند ولا لي شيرين ولا لي أنغام الاختيار يتم على الكلمة يعني مثلاً تعاوني مع هند البحرينية للأمانة ما كنت ما كنت حطها في الحسبة كأختيار لأن قصيدة بداوية يقولون والعهدى على الراوي مريض المحبة ما لهم داوي وانا علتي من بعد محبوبي أساءه بجروحي يرى فياوي مو جو هند نهائياً فأختارتها للأمانة في بعض الفنانات تألقت فيها هند يعني عطت هذه الغنية أو هذه القصيدة حقها بلا شك هذه خذت المركز الأول على مستوى 6 شهر يمكن يعني خالفت توقعاتك خالفت توقعاتك لا يوم اختارتها أنا ما كنتم توقعها تختارها ولكن يوم غنتها وسمعتها قبل لا تنزل قلت هذه اللي راح تنجح وفعلاً نجحت الحمد لله في بعض الفنانات يعني يتم التعاون معهم مثلاً نوال الزغبي على مستوى الوطن العربي ليه تعاون معها ما نزل أنا نسيت توقذكرتني يوم قلت الفنانات صال أكثر من 7 سنوات و 8 سنوات يمكن أكثر ما نزلت إلى الآن والله يمكن إذا نزلت ما تريد والله ما أدري لأني ما أذكر أني سمعتها نعم ولكن خالصين منها يعني الأغنية كتعاون وكحقوق والأمور هذه بالعكس أنا أتمنى تعاون مع نوال أتمنى أحلام على مستوى الخليج كذلك نغام شيرين يعني أحاسيس فنانة عربية الآن أحلام يعني ونوال كذلك أحاسيس ما تتكرر موجودة عندنا كصوت نسائي بس لازم أنك أنت تكتب على وفق توجهها لا لا مو شرط مو شرط يعني هلب ريحة هلي أساساً هي الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله وخلصين منها يعني من 2009 هلب ريحة هلي اللي غنتها الأنين اللي غنتها الأنين هي العبد المجيد عبد الله العبد المجيد عبد الله نعم وهو الأولى والأحق في غناءها لأنها يملك التنازل مني شخصياً وخلصين منها ولكن نزلت بصوت الأنين وماشاء الله تبارك رح ما نشوف شنو سوت فهذا صوت نسائي خطير يعني للأنين غريبة يعني عبد المجيد عبد الله يعني ما غنى هذه الأغنية الآن ما سمعناها بصوتك والله أبو عبد الله يعني فنان كبير بشيء أنت ممتوقع جميل طيب إذن أنت موجود عندك هذا المشروع موجودة الكلمة متوفرة عند عوض النفاء لكن ناطر إلى يعني ما أعتقد أنه ما في صلة تواصل ما بينك وبين الفنانات اللي ذكرناها يعني على سبيل المثال لا أنا شخصياً ما في تواصل ما في تواصل ما في تواصل معهم أنا حتى الفناني ما عندي تواصل معهم طيب ممكن أكيد طموحك أنك أنك أنت ما في ما يمنع أنك أنت بالعكس بالعكس يعني يسامك كبير أنا في كلمة دائمة أقول أقول أحنا الشعراء مثل اللي يحطون البذر في بستان من السعقي الملحن من اللي يقطف الفنان لكن البستان موجود البستان موجود والبذر موجود ونزرعه مع الملحنين وإن شاء الله بالعكس يعني في فنانين كثير يجونك شخصياً يعني يقولك أنا بالقصيدة لأن أنا بلحنها ولا أبي ملحن يكون مثل ما قلت كيميا بينه وبينه يلحنها يمكن أنت ما يلي إلى الشيلات أكثر هذا موضوع ثاني إنسى الآن نقلق هذا الملف بنفاع أو حاب تعلق عليه تضيف عليه شيء لا أنا بالعكس بالعكس زين أنك جبت طاري الشيلات مع الغنائي هذا بنتقل لمحور آخر لكن بالنسبة للغنائي في شيء حاب تضيف عليه بالفنانين بالنسبة للشيلات ما سمعنا لك شيلة عوض نفاع وإذا الله شاء ما راح تسمع لي أفا ليش ما تعجبك الشيلة الشيلة كعمل هي أغنية مشوهة يعني أغلب أغلب المنشدين وده يصير فنان وده ينزل أغنية ولكن المجتمع والعادات والتقاليد خانقتها شوي بيتها فما يقدر يقولون الفنان فلان فلاني بالذات أنهم أغلبهم أسامي قبائل يعني فالقبيلة دائما التحرص من الأمر هذا جدت الشيلات بساط الريح جاه تعالقوا فيه ها يعني يخرج تحت غطاء اسمها اسمها شيلة ولكن حققت موادي أغنية كلها يقاعات وكلها أورقات وكلها وللأسف يعني أنا أنا ودي يكون في جهة معينة تحارب هذا النوع من الشيلات صارت مشوهة يعني طول العمر أنا أحنا نعرف الشيلات بالهجيني طاروق طاروق هجيني سامري العرضة الفريسلي الدحة المقناص هذه الشيلات يوم سموها شيلات ولكن تسمت شيلات أغلب ما جتنا من دولة الإمارات تقريبا هم بدوا فيها بعدها انتشرت على مستوى الخريج كلها وللأسف شوهت هذا التراث اللي هو اللي ذكرناه من العرضة ومن السامري ومن الجنوبي ومن فريسني وزادة النعرة أيضا نعرة للأسف يعني حمنا عندنا ناس محترمة ناس لهم قدرهم مثل الشيبان والدنيا معلش يعني خلي تحملوني ولكن هذه وجهة نظري الخاصة الشيلات حاليا هي قصيدة الحريم تذكر قصيدة الحريم راشد قصايد عجايزنا لما بالعروس هذه الشيلات حاليا فتشوفها أكثر ما تشتهر عند الأطفال وعند النساء لأن هذه قصايدهم هذا اللون خاص فيهم لا هذه قصايد النساء أخذوها كبيبست ونزلوها بإيقاعات عشان يلقون جمهورهم عند النساء ولهو تشويه قصايدة قد يكتبونها شعراء قد يكتبون هذه القصيدة ويعطيها صاحب صوت عذب بالشيلات ويغنيها مهما ما كان أنا نتكلم على الشيلة بنتاجها النهائي شارع منشد ما أهمني ولكن تطلع بالشكل النسائي هي الحان وقصيد حريم عجائز هنم متعودين عليه وللأسف خلوا بعض الشيبان يناقزون عليهم وهم ما يدرون شي السالة بس في شعراء قاد يكتبون قصايدة جديدة يكتب قصايدة جديدة ويعطيها المنشد أنا مقصد أن قصايد عجائز غديمة نفس اللحن ونفس النمط ونفس الشكل ونفس الديزاين لهسبب قاموا يشغلونها عندنا بالعروس الحين ما قاموا يجبون طقاقة ويجبون فنانين لا شيئ لا حطها وخلاص يعني عند عروس النساء والرجال نشوف بعض الشيئات في مناسبات الرجال يتخرج هذا اللي يقولك للأسف قبل شيبان الله يرحم الميت ويعطي الصحة الحي نفرح لا شفنا مسك صفة دحة مع الدواحيح ولا مسك السيف وقام يعرض ولا بفريسني الحين شنو قاعد يسوي قاعد يناقز فهذا الأمر يليد في جهة تقمعهم قمع بس أعتقد أن أفهم هذه الكلمات لا تتكلم عن الكلمات تتكلم عن إيقاع وأغنية كإيقاع وأغنية ورقص قبل يلعبون الآن يرقصون قبل اللعب الرقص عند الحريم واللعب عند الرجل الآن الرقص للأسف وجهة نظرك منفع هذا رأيك لكن ترى بأن الشيئات يجب أن تقف عند حد ما تفسر قبولها الجماهيري الشباب الأطفال هذا يدخل بالنعرات اللي تكلمت عنها قبل شوي الشباب يأخذونها من نعرات قبلية إنه لما يسمى شيء عن قبيلتي بلا شك كل إنسان في هذه الغريزة ويفرح ويتنومس بفعل قبيلتها وبتاريخها صحيح ولكن الجهة الأخرى الشباب نقول القبال أما الصف الآخر هو النساء والأطفال اللي هو مثل ما ذكرت لك إذن هذا سوى انتشارها الحان قديمة للقصايد العجايز والحانهم طوروها بإيقاع بأورغ صارت تغنية وصار مشروع كبير الشيالات ما شاء الله استوديوهات فاتها منشدين الكل قام ينشد الكل قام ينشد في بعض الشعراء يعني هل ترى فعلا بعض الشعراء يطمح أنه يوصل لجمهور من خلال المنشد الفلاني المنشد هذا نجم لجمهورة وصل قصيتي من خلاله تتوقع أن هذا الشعر يوصل حق الناس وينجح بقصائده ولا هي وسيلة غير رابحة من وجهة نظرك لا ما أعتقد أنه في شيء لنجحت وعرف شعرها بعكس الأغنية الأغنية تنجح رأي أننا كلام فلان يتكلمون عنه في وسائل ألم أما الشيلات تنجح شيئلة فقط نادر يمكن أنت لو تذكر معي ما تذكر كلام منه كلحن وكأداء وتروح على أنها شيئلة وممكن الشعر يقول ترى هذه لي ممكن المنشد يصير مطرب بالمستقبل وده بس الأوتو تيون لعب بصواتهم كله طيب شنو حاب يسمي أنا قبل أن أخذ الفاصل عام بنفاق لفصادة هؤلاء جديد بنفاق ولا في شيء طلبات الجمهور خاصة جديد بنسبة 90% الجمهور مطالب منك قصيدة معينة حاب أن يسمعونها منك والله في أنا للأمانة يعني رقبتهم اللي عندها شيء والطلبات كانت واجد يعني فأخترت الأجداد منهم تفضل نعم نعم يدروب المظلمة في يدينا سراج نقدي الصديق وناقف بحاجة الغالي وإذا ضاقت الدنيا تصير الصدور افجاج وكل من يجينا بضيق يطلع وهسالي نعم يدروب المظلمة في يدينا سراج نقدي الصديق وناقف بحاجة الغالي وإذا ضاقت الدنيا تصير الصدور افجاج وكل من يجينا بضيق يطلع وهسالي نصوم ونصلي ونتوافد مع الحجاج ونخرج زكاة ونشهد أن الله العالي نمدى العطاء خفية ولا نطالع المحتاج نخاف العيون تفلصوا بوضعنا الحالي دخلنا مع الصملات ما نعرف المخراج بل أول نفكر ما نشهدنا عن التالي صح لسانك صح لسانك صح لسانك صح لسانك صح لسانك قبل لنسى تعال أعلمك وش صار سنة مرت لا رائب ولا محتار أحد يوعدني بجنة وسط قلبه وما وده يخليني وحد مثل الزمن غدار سنة مرت لا رائب ولا محتار حبيبي منه يستاهل يكون اسمه حبيبي أنا مكذب وأقول كثير حبوني ولكن صدق أنا مليت هالتكرار سنة مرت لا رائب ولا محتار صحابي مو مثل أول يزوروني صحابي غدا كل يدور وين وصلحت وخلوني وحيد وضايق ومنهار سنة مرت لا رائب ولا محتار الله حسن صح لسانك صح لسانك هذه الأفكار وين السر فيها وين تلاقيها هي معاناة أشخاص معاناة مجتمع هو خيال الشاعر عوض نفاء قلت لك قبل شوية الشاعر هو لسان الشارع صحيح ولكن التجربة في هالمجال توصل من بعد من بعد الموهبة اللي موجودة عندك بعد ما تسقلها في وعيك في ثقابتك في قراءتك تصل إلى مرحلة الحرفة الحرفة اللي هي صناعة السيناريو كامل بالمفردات في اختيار الوزن اللي تبيه في اختيار إذن الشاعر ليس هو تصفيف كلمات وقالب وتفعيل وغيرها هو حرفة هو حرفة والدليل لا لا يصل إلى حرفة كيف يصل إلى الحرفة الأعمار مختلفة أبو نفاء يعني فيه عمر يصل إلى عمر معين يصل إلى الحكمة وهو شاعر تجد منظور اختلف الزاوية اختلفت نتيجة العمر والتجارب بالحياة لا لا نتكلم في الشاعر لكن أنت اليوم شاعر ما شاء الله في مختبل العمر الله مدك في الصحة والعافية إن شاء الله طوت العمر ومن يسمع ولكن تتحدث بأن اليوم الحرفة اليوم الشعر أنا كعوض نفاء وصل عندي إلى حرفة إلى صناعة أصنع القصيدة كثير من زملائك يعني هو يضع هذه القصيدة هل وصل لهذه الحرفة هل يعي بأنها هي حرفة الآن الله أعلم أنا درجتها لك تدريجي يعني تبدأ في موهبتك إذا ما كانت وراثة من أسلافك يعني تبدأ موهبة تسقلها في ثقافتك في وعيك في قراءتك في المامك للمعنى القصيدة الكامل بعد ما تلم في هذا الأمر تصل إلى مرحلة صناعة القصيدة ولكن إضافة مهمة جدا ما تقدر تستغني عنها إذا إحساسك مو موجود إذن أنت مجرد قالب حاط فيه مفردات فالإحساس لا بد أن يكون موجود قد يناديك حنين من ماضي وممكن يكون عاطفي ولكن تكتشف أنك كتبت قصيدة عن الخوة الخوة هذه الموقف ما صار لك مع صاحبك أساسا ولكن صار مع عفلان وصار مع عفلان موجود في المجتمع فأنت تصنعه بحنينك الذي موجود للماضي الحقيقي هو إحساسك في هذه القصيدة التي كتبتها إذا تصل لقلوب الناس بلا ترد إذن هذا فكرة عوض نفاء وليس هي علاقات شخصية أو وحي الخيال هي تجارب وصقل هذه الخبرات من خلال القراءة من خلال الاطلاع من خلال هذا الحنين إلى الماضي من خلال هذه الملكة وهذه الموهبة اللي الله سبحانه وتعالى حباه فيها توظف كل هذه الأمور هل تجد بأن اليوم الشاعر الشعبي خلنا نتكلم عنه اللي جيننا عندهم هذا الطرح عندهم هذا من خلال قراءتك نبي بشفافية من خلال متابعتك في النهاية أنتم مجتمع شعراء تلتقي معهم تقرارهم وتشوفهم عندهم هذا الحس بعضهم نتابعهم للأمانة يعني بالذات ما نتكلم خلنا نتكلم عن جيلنا جيلنا رأينا فيهم مثل رأيهم فينا خلنا نتكلم على الجيل اللي بعد جيلنا للأمانة جيل مشرف جدا جيل يقدم صحيح أن اللون حنا متشربين من زمان ولكن بمفردات جديدة حاكي الواقع أما مرحلة مسألة أنه وصل إلى مسألة الحرفة ما حرفة هذا أمور شخصية من شخص اللي يتعب على نفسه أنا قلت لك في البداية جربت أمور كثيرة في الشعر فهذه هي اللي توصلك إلى مرحلة صناعة القصيدة يعني تنصح الشعراء بينهم يجربون كذا لهم بلا شك يطرقون كذا باب أنا لما تكلمنا قلت لك بالـ 98 و 99 كنت أكتب قصيدة تفعيلة في بعض الشعراء من جيلنا كانوا ينغزون علينا في لقاءاتهم يعني يقولون أصحاب القصيدة الحديثة دارت الدنيا الآن خلال الثلاث سنوات الأخيرة قاموا يكتبون اللي حنا كاتبين بالـ 98 و 99 وبشكل تافه ليه؟ لأنه ما كتبه في بداية عمره وتشربه وصار يجيده يعني أنت كان عندك بعد نظر سن متأخر كان عندك بعد نظر في هذا الموضوع ممكن أنا عايشت واقعي ولا الصدفة هي اللي خدمتك في هذه القضية لا يمكن القروب اللي أنا كنت معها كان سابقني في تجارب الشعر نعم فأنا ما بديت وياهم بدايتي أنا بديت مع من تهو منه صحيح واستمرت فيها مستفى اذمر لكن اليوم للأمانة جيل الشباب الشعراء هل أنت مطمئن على الكلمة مطمئن على القصيدة أم تجد اليوم القصيدة اليوم وسألة تواصل الاجتماعي أصبحت تجبر الشاعر أنه بيت بيتين وانتهت القصيدة خلاص أصبح ندرة بالكلمة أصبح الكلمة المفردة كل مالها تصير بسيطة جدا أنت جور كل يوم ترتقي بهذا المجتمع وبفكرة وبكلماتها وبثقافته أصبحت الكلمة أبسط إلى ما تتوقع فهل تجدها مفيد للشعر أم مسيل الشعر والشعراء بالعكس كل أمر في سلبيات في إيجابيات نحن قمنا نركض الآن بتسجيل القصيد في سناب شات وفي استقرام له السبب أنا صرت قليلة شوي ما قدرت أهضم الفكرة أني أركض خلاص نشوف لسفراتك فالسوشال ميديا عموما للأمانة وصل القصيدة القصيدة من زمان موجودة الشعراء من زمان موجودين ولكن ما كانت الفرص مهيئة لهم أو الانتشار قبل كنا متعلقين في معد صفحة مثلا معد الصفحة هذه سواء جريدة أو لمجلة إذا عجبها اللي أنت نزلتها يلا عسى يكتب لمقدمة حلوة يروح ينزل قصيدتك الآن من تبحاجته أنت مخرج قصيدتك أنت معد قصيدتك أنت طارحها للجمهور بالطريقة اللي يأتي بيها تبيها في طريقة بيتين تكتبوهم وتنزلها تلقى صداعها تبيها تسجيل فيديو تبيها مجرد صوت تبيها صوت صورة فأنت أنت مدير أعمال نفسك طلعها بالشكل اللي تبي طيب أنت شو تشوف هذا يطمئنك على الشعر والشعراء في المستقبل القريب لا شيء أم تجد أنه سيفقد بريقة الشعر لا لا ما رح يفقد بريقة لو شنو مكان الشعر دامنا يتداول ودام حننا حيين الشعر موجود ما يفقد بريقة لو إيش ما حدث ما تشوف المفردة صارت بسيطة جدا يجب على الشعر أنه يأتينا بمفردة جديدة استمتع تكون رنتها وموسيقتها كلمة هذه المفردة غريبة وعجيبة وجميلة حتى الدولة في حياة اليومية ما تقدر ما تقدر شنو ما تقدر أنك تأتي بمفردة جديدة لا لا تنتظر من شاعر أن يجيك بمفردة جديدة المفردات موجودة على مستوى الخليقة ولكن هي مسألة انتقاء انتقاء في بعض الأمور شنو أقدم لك متنوع بس الجيد أفضل من السيئ النسبة كبيرة إلى 70 إلى 80% ما الذي يسيء اليوم للشاعر هل قاعد نشوفها بالساحة الشعبية الشعرية بين فترة و فترة عن طريق وسائل تواصل الاجتماعي اللي عنده الشخصيات اللي موجودة يقدم له القصيدة وتتجد أن هذا الشخص لا يستحق المدح ولكن لأنه يملك المال فتجد أنه يمدح هذا الشخص و صحيح العكس شخص يستحق والله سبحانه وتعالى يعني رزق بهذه المادة وتجد الشاعر يثني عليه و يقدم له هذه القصيدة وهذه الكلمة هل تجد بأن هذا الأمر نوعا ما أساء للشعراء و للساحة الشعبية تجد الشاعر يعطي أي شخص كان يعطي هذه الكلمات يلا غني هذه الكلمات و أمني أنا موجود شيلة أغنية السمراء و غيره هذا مبدأ شخصي أخوه راشد مبدأ شخصي و ذاتي يعني إذا أنت ترضى على نفسك هذا الأمر تصطفل على قولته شخصي عارفين بس يسيل الشعر و الشعراء أو لا يسيل المتساعة الشعر من زمان الشعراء موجودين من زمان المدح و القدح في الساحة موجود و لا يقدم إلا في راية الشعر فالقصيدة موجودة أنا ما أقدر أتكلم في إسهام في هذا الأمر و أذكر لك حادثة لما أنك قلت من أجل المادة يعني أنا مدحت في قصيدة ولي عهد أبو ضبي الشيخ محمد بن زايد طلع الكلام كثير قال و عوض يبي و يبي و يبي و هناك قال و عوض حصل عليه و حصل عليه والله ما انتظرت أحد يقول لي شكرا و لا سعيت أني أوصل القصيدة نزلتها في تويتر العالم خدوها نزلها في اليوتيوب سووا لها سووا لها و الله ما تواصلت و هي ولا واحد في الإمارات و لكن هذا الكلام نتكلم لك أكثر من سنة ما نساعي لهذا الأمر يعني لو أني أسعى لهذا الأمر أقدر قالوا قولتهم قبل يقول الدكسل فالحين دقت ذكرتك تروح لإمارات و تروح مكتب الشيخ محمد و تقدم له قصيدة و لكن هذا الأمر ما صار نهائيا أنا قصيدة أمدح شخص ما دح زمانه أفعاله تمدحه أحيانا ما يجيك شيء منه و لكن أنا لما أشوف خير فلان على راشد أنا أفرح فأمدح فلان لأنه سنع راشد مثلا فهذا اللي قاعد يصير في الساحة هذا الأمر ما أنكر أنه فيه نوعيات للأسف انسلخوا من عقولهم نهائيا لأجل فلان يملك المادة إلى درجة أنه مو بس يمدحه لا أمدحه و امشي على أفكاره و امشي على مبادئه موجودين موجوده يسيء للشعراء هذا الأسف يسيء لأن هذولا لما يتعاونون يتعاملون مع للصنف هذا من الشعراء ياخذ نظرة أن كل الشعراء نفس الصنف ممكن أنه يجيك يطلب منك شيء هو بحاجته و لكن يقولك كم تبيه ليش لأنه جرب فلان و فلان أعطاه و أخذ أو أنه سوى الحاجة الفلانية يعتقد أنه لكل نفس الشيء لكل نفس الشيء فهذا السيء حصل معاك هذا الأمر لا والله أنا ما حصل معاك هذا الأمر و لكن نحصل معاك نحصل معاك شنو راح تكون ردة فعل لك يعني المقايضات هذه شخص يجي يقول لك أبيك عوض كذا و كم تاخذ يعني استمعاك على حسب ممكن الشخص هذا يعرض عليه فكرة أنا مقتنع فيها أقدمها مقابل تعبي مبلغ مادي حق مشروع ما في أي مشكلة يعني يا ما حنا قدمنا أمور كثيرة بدون أي مقابل مادي و قالوا كم تبون قلنا هذا الأمر بما أنه يخص أمر وطني ما نأخذ عليه فلوس مجانا مجانا فممكن هذا يوافق قناعتك في هذا الأمر و تقدمه بالعكس اتعابك هذا إذا تاخذها يشكرون عليها و حق مشروع في النهاية ملحن قاعد يأخذ و المصمم قاعد يأخذ و العروض كلها قاعد لا شك نستمرين معاكم مع هذا الجمال ولكن بعد الفاصل إن شاء الله فاصل مشاهدين ولا نعود على ما قيل كل شي زين كايد على ما قيل كل شي زين كايد و أنا من عادتي صيد الفرايض و شفتك نادر ما فيه مثلك و قلت نصاد لك لو كنت صايد حالات الحب بين اثنين بسمة و لمس يدين و احساس و قصايد عليك عيون ما تشبه لغيرك و زولك صار للغزلان قاعد عسى قلب يعافك ما يتهن و عين تسفهك تنسى الوسايد عليك عيون ما تشبه لغيرك و زولك صار للغزلان قاعد عسى قلب يعافك ما يتهن و عين تسفهك تنسى الوسايد مجانين الهوى عقال عندي أنا بالعشق طلاب الشدايد إذا مريت بك روحي يتهن و نبضاتي تسارع و التزايد أحبك و المحبة راسماني هلابك يا مدبل للفوايد الله 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 صح لسانك صح لسانك أحسن موجودة الحرب الشعرية بينكم و الغيرة الشعرية و الخلافات الشعرية كشعراء كشعراء تحديد أنسى في كل اللي قلت أقول التنافس حرب ما في ما في حرب حرب ما في حسنك كنت قاعد تجم الموضوع قد ما تقدر يعني ما تبي تقول و عن كل مجال فيه فيه حروب موجودة للأمانة إبعاد إقصاء محاولة كعوض نفاع شخصي خلع لجنب عوض نفاع الشعر والله يا راشد الكل حبايبي و الكل ربعي و الكل اتواصلوا إياهم و الكل أشجعهم أن أنتجوا شي جميل و كذلك يثنون أن أنتج شي جميل فلا تستبعد أنا ما قاعد أجمل أنا قاعد أقول الواقع هذا شخصك أنت لكن أنت ترى بالساحة الشعرية موجود هذا الأمر بين الشعراء كمراقب كمتابع كمحتك كمجالك لا كرؤية ما أرى ما أشفت سماع أسمع لكن ما شفت و ما كل ما يسمع صحيح فمن تجربة لا تصدق بالعكس كلهم حبايبنا و إخواننا و نفرح لهم و بالعكس هذولة يعني هذولة شرف البلد يعني نتكلم كوطنية نعم هذولة هم هم الجيل اللي راح يوصل إلى 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 كافة الوطن العربي في في شخصية الشعر الكويتي ذكرت للوطن القصاد الوطنية عند عوض نفاع موجودة على حسب الحالة على حسب الاحتياج نعم أنا أنا سويت عمل في في بداية تولي سيدي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم في سنة 2006 نعم وغناها الفنان عبد المجيد عبد الله وسويت عمل عن الوحدة الوطنية في ما أدري يمكن يمكن الجامعة الأمريكية سويت لهم أوبريت نعم في في بعض الأمور اللي صارت في في 2009 وما بعد بعض المشاكل اللي صارت عندنا في الكويت نعم قدمت عمل بعنوان باتشر بإذن الله تزين للأمانة هذا العمل أنا تعبت فيه كثير أني أطلعب هذه الصورة البسيطة للمواطن الكويتي اللي يحب بلده اللي ما عنده الحزازيات وما عنده الطائفية والطائفة ما عرفت وين أود يعني عمل ما لقيت أحد من يتبنى تغنى تغنى وفيه شباب من الطوعين نسوه له مونتاج ونزلوه في اليوتيوب وحاولنا نشره لكن ما أخذ حقه إعلاميا مفروض يكون هذا هو اللوغو للأحداث اللي صايرة هذه كلها يكون هذا اللوغو يعني باتشر بإذن الله تزين يا كويتنا وبتفرحين هذا عمل وطني يعني المعني في وزارة الإعلام باشرة ما فيها كلام ما صار تعاون ما بينك بين وزارة الإعلام أنك تطرق الباب تتواصل مع أحد في وزارة الإعلام يأخذ هذا العمل يكون تم إنتاجه وتصويره وانتهي تتكلم بشكل عام نعم أنا بدايتي في السبع وتسعين بما أن الأمور تذكر في الأرقام والتواريخ إلى اليوم هذا قدمت إلى أكبر فنانيون الوطن العربي تعاونات شاركت في أكبر مهرجانات الكويت والمهرجانات في الخليج عملت لقاءات في جميع القنوات الرسمية والغير رسمية في الخليج وفي الكويت أنا إلى الآن غير مصنف في وزارة الإعلام شون غير مصنف ما أنا مصنف ما قدمت أنت على تصنيفك ما عملت الأوراق في التصنيف عملت في 2001 أوراق للتصنيف قالوا لي رسوم ما أدري شونه مسويت الأمور هذه كلها قبل سنتين أتكلم مع واحد قلت بالله شوف لي أنا مصنف سمعتني ما أنا مصنف قال لي أنت مو مصنف فشلو أنت بالاهتمام وأنا أساسا ما أنا مصنف في وزارة الإعلام طيب ما في تكليف يأتي من وزارة الإعلام كونك شباب وشعراء وطنيين نحتاج مثل هذه الأغاني الوطنية بين فترة وفترة وإن كانت توزع أيضا حتى على وزارة التربية يعني على المدارس سوينا بس كلها مجهود شخصي ومن تكاليفنا يعني يفترض أن الدولة تتبنى يعني هذا للأسف للأسف في قصور من وزارة الإعلام كثير يعتمدون على على الواسطات في هذا الأمر أنا شخصيا عوض نفاع وخلصوتي يوصل كثير يعرضوا علي هذا الأمر تعالي نصنفك بالشيء اللي أنت تبيه قلت لا أنا حالي حال الموجود هذا السي في مالي وهذا تواجدي ووزارتي وزارتي ها يعني أنت قصد كلموك بحكم الواسطة بحكم الواسطة أنا ما ما بي الواسطة للأمر أبي عملي أخوالي أخوالي ولكن طولت السالفة وما شفنا هذا الأمر ما في اهتمام مسألة 2000 مسألة 2000 مقدم 2001 2001 2001 2000 بس 16 سنة الظاهر نقطب درج ولا شيء وصار فيه سهو في هذا الأمر بس للأمانة والله هذا الأمر يؤلمني يعني أنا شخصيا لما أسافر إلى أي دولة خليجية يكونون داعيني في لقاء إذاعي أو لقاء تلفزيوني وشوف هذا الاهتمام منهم في نتاجي أنا شخصيا وأخجل لو أقول لهم أنا مش مصنف في وزارة الإعلام الكويتين أنت الآن قلتها على الملأ وأمام الجميع فنتبنى أن هذه الرسالة تصل إلى المعنيين الأمانة والمهتمين ولطبيعة عملهم يصنفون الفنانين بشتى مجالاتهم المختلفة واليوم معنا شاعر شاعر عوض نفاع أعمالها كثيرة ومتنوعة ومختلفة لا ننشدكم وإنكم أنتم تتجملون أو تتاهم الرجل هذا سفية وهذه أوراق حالة كحالة الباقي نجم ممتاز غير التصنيفة حق المشروع فبالتالي يجب أن نعطي لكل ذي حق حق في النهاية هذه الأغاني المطنية وتحفيزية التي نحتاجها بين فترة وفترة وأبنائنا وأبنائنا يتعرفون عليه فشكرون لكم على أعمالكم التي تقدمونها وشكرون لك على المستوى الشخص عوض نفاع أقول لك هذه الدعوة ساعت في القائمات أترك لك كلمة الختام والكلمة الأخيرة مستمر فيه أنا مستمر في هذه الأعمال بالتصنيف وبغير التصنيف يعني أنا استمرت من بداية في السبعة وتسعين إلى الفين وسبعة عشر نعم إحنا سبعة عشرين 20 سنة تذكرت طويلة فهم فقبت حاسب عمري أنا مستمر في هذا الأمر بتصنيف ومن غير تصنيف هي مجرد صوت أتمنى أنه يوصل وصل عن طريقكم حتى تمت المخاطبات الرسمية ما بين الدول يعرفون أن هذا الشخص جنو مكان تب وزارة الإعلام عوض نفاع شكرا جزيلا لقبلك هذه الدعوة استمتعنا معك بهذه الأمسية الجميلة أترك لك كلمة الختام والقصيدة التي تختارها في الختام ألف شكر آخر تواجد لي كان في الرأي واستمر هذا التواجد معك استاذي راشد شكرا جزيلا لكم وشكرا وصولكم مشاهدينا على حسن المتابعة كانت هذه هي الأمسية مع هذا الجمال وهذا الشاعر المميز المتألق في شتى المجالات الشاعر عوض نفاع شكرا لقبولة هذه الدعوة أترك الختام أقولكم دائما تصبحون على أمن و أمان و صحب الأبدان كنت معكم راشد حسن إلى اللقاء و الختام مع شاعرنا وهذه القصيدة من اختيار الشاعر عوض نفاع ما أقدر تحكي ولا أنطق بكلمة ما أقدر تحكي ولا أنطق بكلمة أخنقتني عبرتي وعيّة لساني يوم شفتك مع هذاك اللي يتكلمه قلت في نفسي يا ليت الله خذاني أنت ما خليت للاحساس حشمك و ما وفيت لقلبي و انكرت الحنانة ما أقدر تحكي ولا أنطق بكلمة اخنقتني عبرتي وعيّة لساني يوم شفتك مع هذاك اللي يتكلمه قلت في نفسي يا ليت الله خذاني أنت ما ظنيت قلبك فيه رحمة عيني عينك خنت عشرتنا بثواني قلبي المسكين ما أدري شلون أفهمه هو يحبك أنت و أنت تحب ثاني فوق ما هذا الزمان ذابحني ظلمه جيت أنت و صرت ضدي مع زماني قاعد الحالي و كني بوسط زحمة ليت ربي بساعة يشفتك عماني صدمتي والله ما هي أي صدمة بذمتك شا تقول لو جاك اللي جاني أنت ما خليت للأحساس حشمة و ما وفيت الحبي و انكرت الحنانة قلبي المسكين ما أدري شلون أفهمه هو يحبك أنت و أنت تحب ثاني موسيقى موسيقى موسيقى